أخت فيفي إحنا أوشكنا على نهاية الحلقة لو عاوزة تقدمي نصيحة لكل اللي بشاهدونا إيش عاوزي تقولينهم أنا عايزة أقول إن الأمر صعب ده حقيقي ولكن بأعداتي قدام الرب باستمراره وقدام الكلمة هيبقى الأمر بتشبه بالمسيح وبشبع به فبتلقائية هقدر أعمل الأمور الصعبة وبطلب من الرب نعمة إنه هو يديني أن أنا أقدر أنفذ الكلام ده وأسيس مجدي أنت كخادم وكراعي طبعا وبتواجه كتير ناس في هذا الموضوع إيش اللي عاوزة تقولين في هذا الموضوع كل اللي مسك العصاية من نص تعب يعني مسك العصاية من نص يعني أبقى يعني حيات المصاية أبقى برضو يعني حبة في العالم ده ده بيتمزق المسيح قد لا يستطيع أحد أن يغبض عبد أن يغضم سيدين إما الله أو المال يعني إيه قصده يعني أنا ما ينفعش أكون عبد السيد وأغضم سيد تاني يعني زمان كان العبد يبقى لسيده بس فما ينفعش أبقى لحد تاني لو بقيت لتنين بتمزع وسيدي مرضاش علي أنا هكون لسيدي يبقى لسيدي بالكامل وسيدها هيكفقني بالكامل أنا بقول لك ما تخافش من تبعية المسيح ما تخافش أنك تكون تلميز اعلن ذلك سيدك يرضى عليك يعلن رضا عليك هيبركك هيتمجد بيك لأنه عايز يدور على مثل هذا الإناء يستخدمه والناس اللي آمنت بالمسيح لكن مش عم تقدر تأخذ القرار كيف ممكن يعني يمكن في بعض الأماكن ما عندهم الشخص يتشبهوا فيه شو تدكت تحكي لهم ابحث في كلمة الله مين هو الكودوة بتاعك عيش معاه وممكن الله يستخدمه قائد لآخرين ممن تعلمته في كلمة الله أو قطوا من الله يرسلك شخص يساعدك يكودك يعينك والله نفسه هو يرسل لكم الروح الكدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم الروح الكدس خير من يتلمزك ويعلمك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة